ليلة رأس السنة عندما أعلنتي عن التوأم وبعدين عرفنا أنهم ثلاثة الله يحفظهم ويبتل نجوة كرم كهدية لمعازيمك والناس الذين تحبينهم ولماذا أنت وأمين؟ وصار كلام وايد على هذا الموضوع ما علاقتك بالنجوة كرم؟ أنا وايد أحبها صراحة السؤولة ما يعني اخترتي نجوة كرم منها تغني؟ أنا وايد أحبها من أول أحب أغانيها وقلت يعني أن تغيير يعني شوية فحبيت هي نجوة كرم؟ أغاني الطفولة إيه بس طار في تصريحات وكلام وايد من قبل الإعلام والصحافة اللبنانية وغيرها أن ليش نجوة كرم غنت عند خلود أو حجرة خلود ليش شويني أنا؟ هي يعني نجمة كبيرة وهي متعودة على الغناء بحفلات ومهرجانات هي فنانة كبيرة ولها احترامها لكن هي تغني؟ هذه وظيفتها نعم؟ تغني عند خلود، تغني عند أمين، تغني عند صالح تغني عند إلي تغني؟ دام أن الإنسانة يات وقدرناها وحطيناها بعيوننا واستقبلناها بكل حب وحمد الله، نحن بكل حب استقبلناها، كنت هدري صالح ومايات شري، خذت أجرها كامل، وما لدي الكلام، كل اللي قالوا، كل اللي قالوا، بالنهاية لو يراجعون نفسهم، ترى هذه وظيفتها، وكل شيء مدفوع لها طيب، هي قالت لما صار الهجوم عليها في أكثر من مؤتمر، وأعتقد حتى بالسوشال ميديا، في أن أنا قررت أقضي ليلة راس السنة مع أصدقائي في الكويت، أي؟ هي صديقتك؟ هي مو صديقتي، يعني مو صداقة اللي في بالك صالح، لكن في بيني وبينها تواصل خفيف، كان في عندها حفل في الفجيرة، ونلغى الحفل، أي؟ عندما تكون عندها دعوة أو عمل أو يعني غناء في مكان، وبتاخذ أجرها، أكيد بتروح ما رح تقعد، أعرفت؟ كيف هذا اللي صار؟ أنا ويدا أحبها، أنت بتيها نظير مقابل مادي؟ طبعا، أكيد يعني بتي لي تذيفري؟ وأجرها عالي؟ أي وايد، بس استاهل؟ نزل هم من الكلام أو الأقاويل اللي قالت في إن إيها أو أنت خلتيها تعتذر عن الحفل اللي كان في الإمارات، ما أدري وين كان، أنت دفعتي لها أكثر؟ لا لا أنا عادي، يعني بصراحة أن طلبتها بحق راس السنة، وعادي، تمت الإجراءات الطبيعية لكي هي تيلي، كنت ويد مستنسى، والأجر كان أكثر من 100 ألف دولار، أجر نجوة ترب؟ أنا لا أستطيع أن أظهر خصوصياتها، لكن حضرتك اللي دافع، أي، نحن نسأل لك أنت، كم دفعتي؟ يعني السؤال خاص فيك أنت، ليس خاص فيها، أيها؟ يمكن أن تحب أن أقول فوق الأربعين ألف، كويتي؟ أي، أنت كل برنامج الأربعين ألف، هذه معاي، هي رقم السنة، في 2019، الله يزيدك ويبارك لك، لأن في النهاية هذا تعبكم، وشغلكم، أنت يبتأي نجوة كرم، حق حفلة تحديد جنس المولود، أنا يبتها حفلة راس السنة، حفلة راس، يعني حفلة، حفلة، احتفال براس السنة، أنا يبتها تشري، وليس يبتها لكي تحديد، وحتى لو يبتها كيفية، حق تحديد الجنس كيفية، إذن هي غنّت في هلا فبراير، وأنت رحت وحضرت الحفلة، لكن لم أردت أن هناك، لم تقابلتها، لم تقابلت معنا، لم يكن هناك وقت، أقول لك شيء صالح، أنا كنت بعد، رحيب الفنانة أحلام، حبيبة قلبي، والفنانة بعد، نوال الكويتية، كان بيوم واحد؟ نعم، مهرجان، لكن كانوا مرتبطين، حسناً، كنت ترى، نوال الكويتية، وأحلام، ونجوة كرم، ثلاثة، إذن أنت، ما شاء الله، ستدفعين مبلغ تبيل، لماذا لا تفعل حفلة غنائية، وتكتس، وجمهور؟ أنت من الناس اللي اقترحوا عليها هذا الشيء، وأنا أقدم لي تشفري، لا، أنا بيها تشفري، بني رفجاتي، نزين ونستانس، نزين، فيه خطة بعد قادمة، إن شتي رح تسوين أشياء، أكيد، نزين،